السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب يرزق كل مشتاق بالزرية الصلاحة اللهم أمين أهلا بكم متابعينا نبدأ بسم الله هنعمل إن شاء الله النهاردة مخلل الجزر طلبتوا مني كتير هنعملوا بإذن الله بطريقة مختلفة هتعجبك جدا وإن شاء الله يا رب تلاقوا طعمه لذيذ ومقرمش وهيبقى اللون بتاعه برتقاني وجميل يفتح النفس والطعم بتاعه إن شاء الله هتلاقيه حكاية طريقة التحضير بتاعته سهلة تعالوا بنا نتعرف على المكونات عندنا أول حاجة بنجيب الجزر بتجيب أنت بقى الفلفل الأحمر برضو لو أنت حابة يكون حراء بتختاري الفلفل بتاعك يكون حراء اللي هو الطويل بعد كده المكون الجميل جدا 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 اللي هو القراط أهو الرأس بتاعته زي ما أنتوا شايفين كده دي جميلة جدا جدا ده سر بجد مهم جدا في عمل الجزر وبعد كده عندنا الكراس أو لو عندك بقدونس عندنا حوالي خمس فصوص طوم أو زي ما تحبي ممكن بدل ما تفرميه تقطعيشه رايح بعد كده عندنا المكون الجميل جدا جدا اللي أتمنى يا رب يكون في كل بيت اللي هو الملح بتاع البحر ده جميل قوي قوي في المخللات بيبقى خشن زي ما أنتوا شايفين كده بيخلي المخلل بتاعك طعمه جميل قوي وفي نفس الوقت بيطول معاك المخلل وطبعا عندنا الطريقة برضو المختلفة اللي هنعملها أن احنا هنضيف قشر اليوسفي للمخلل ده بيطول عمر المخلل وبيخلي طعمه جميل جدا لأنه من الحمضيات أنا قطعته بتقطعيه بقى أنتوا مربعات بتقطعيه مسلسات بتقطعيه مستطيلات ممكن تعمليه بالمقص بتاع الطبيخ عندي هنا الجزر في طريقة جميلة ان انت بدل ما بتقشريه ممكن ان انت تبشوري كده القشرة بتاعته الخارجية أو تحكيها كده بالسكينة عن طريق الكحت كده بالسكينة أهم حاجة ان انت لازم تكوني غسل الجزر بتاعك كويس قوي تعالي أوريكو ازاي ان انت تكحتيه وتعمل أنا سعيبا لكو جزرينة عشان نشوفي ازاي هنعملها انت ممكن تقشريه بالسكينة أو ممكن تعمليه بالمقصرة أو ممكن بالطريقة السهلة دي ان انت تبتدي ان انت تجر دي كده اهو بالسكينة اهو شايفة ما بيطلعش معاك قشر كتير اهو وفي نفس الوقت بيبقى نظيف جدا وجميع وبطريقة سهلة جدا كل اللي بتعمليه ان انت بتحكي بس كده بالسكينة تبتدي ان انت تجر دي كده الجزر اهو اهو ما فيش اسهل من كده انا سبتلكو دي عشان اعملها معاكم عشان البنات اللي لسه متجاوزين جديد او البنات اللي ما عملوش الجزر قبل كده يشوفوا الطريقة اهو ما فيش اسهل من كده بتيجي هنا برضو شايف الحتة دي بقى اللي فوق دي بتقطعيها اهو بتشليها كده بالسكينة وتبتدي ان انت تيجي من هنا كده وتبتدي ان انت تشيل القشرة اللي هي الخارجية وبعد ما بتعمليه كده بتغسليه عشان يبقى مضيف معاكم جميل اهو اهو انا سبت شوفي اي حتة بقى زيادة زي دي كده لو عندك حاجة زيادة زي دي بتشليها كده بس بالسكينة اهو اهو بتنظفيها كويس بس بتيجي بقى من ورا من هنا بتقطعي بقى الحتة اللي ورا دي اهو بنقطعها بالسكينة عشان تبقى نضيفة معاكم انت جايبا رفيع بالحجم ده اهو بتبتدي ان انت تعملي اي بقى بتقطعي على شكل دواير انت ببقى عندك قطعة زي دي كده دي بتكون مشنشرة اهي دي بتشتريها سعرها مش غالي بتبقى على اشكال كتير وممكن تقطعها بالسكينة بس دي مزتها ان هي بتدي شكل مشنشر كده زي اللي بتجيبين من محلات انت بتجيب كده الجزر بتاعك اهو وتبتدي اللي هو الرقفيع ده تعملي ايه مثلا على شكل دواير كده اهو هي ما شاء الله بتكون حامية لو انت شرياء حجم صغير ممكن تعملي الجزر بتاعك على شكل دواير اهو نقطع ازاي بالشكل الطولي اللي احنا شايفينه ده اهو بصوا انت بتجيب الجزر وبتقطعيه لتلت قطع مثلا وبعد كده بتيجي القطع بتاعتك بتقسمها بالمص اهو وبتبتدي ان انت تقطعيه كده لو انت عاوزها يكون اسرع معاك في التخليل بتبتدي ان انت تصغر التقطيع شوية اهو ده اللي بيحكمك حجم الجزر بتاعك اهو مفيش اسهل من كده بيجي بقى بعد ما غسلنا الجزر بتاعنا عشان تكون الميا بتاعك المخلة النظيفة بنجي بقى لدور الكرات الجميل الكرات بتاعك انت بتقطعيه من قبل الورق يعني ما بتجيبش الورق بتاعه بتقطعي بس كده من هنا من تحت كده اهو بتجي بقى لو الكراتها بتاعتك طويلة بالشكل ده بتقومي جاية دي طويلة قوي هنقسمها لتلات قطع اهو ده جزء وده نقسمه برضه نصين كده ونيجي بقى الجزء اللي تحت ده ونقسم بس اه الكراتها كده نصين وده نفس النظام كده اهو نصين ونسيبها انما الجزء اللي فوق ده بتاع الكراتها ده انت بتقطعيه اربع تربع كده اهو لان بيكون جامد شوية عن الجزء اللي تحت بنيجي كده اهو ده لو جربت بقى ما خلل الجزر الكرات هيعجبك اوي 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 وطعم الكرات ده حكاية اهو لو كبيرة شوية بتقطعيها اربع تربع وتيجي برضو عند الكرات اهو زي ما انتم شايفين مفيش اسهل من كده تقسميها تقطعي نصين مثلا انما الرأس اربع تربع عشان بتكون جامدة شوية اهو كده خلصنا بقى الكمية اللي معانا اهو تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه هنجيب بقى قرن الفلفل بتاعنا الاحمر ده ونضربه في الخلاط بشوية مية عشان نعمل المية بتاعتنا زي مية المحلات بالزبط ويكون طعمه جميل تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه بعد كده بقى بنجيب البرطمان بتاعنا اهو انا بفضل ان انا اعمل في برطمان ازاز يعني بفضله عن البلاستيك بكتير لان المخلل بيقعد فترة طويلة فانا بحب استعمل الازاز اهو وميزة البرطمان ده كمان انه هو محكم بصوا بقى بنعمل ايه بنيجي عندنا لو عندك كرفس او بقدونس بتحطي كده في البرطمان من تحت بالعدان بتاعته بعد كده بتحطي اهو شوية جزر مع ورق القراط بالشكل ده اهو وكمان بتحطي قشر اليوسفي اللي هو القسفاندي كده اهو وتحطي كل فترة تحطي ايه بعد ما تعمليه تحطي ورق من الكرفس تحت كده اهو هكمل بقى تعبيته وارجعلكه ان شاء الله كده خلاص عبينا البرطمان بتاعنا اهو فاضل بقى دور ان احنا نحط التوم دي الفلفل الاحمر اللي انا دربته في الخلاط بشوية مية اهو ممكن لو عندك هارسة حمرة بتحط منها باجب بقى التوم بتاعي اهو واحطه كده ممكن تقطعي التوم ده شرايح او ممكن تحطيه بحلو كده بننجي بقى عند الفلفل الاحمر ده ده اللي بيدي لون وطعم في منتهى الجمال على فكرة فيه فلفل اهو ما تحمطوش قوي اهو ابتدي ان انا اعمله بقى بالمعلقة ده بيدي لون وطعم جميل قوي يعني انت ممكن ما تحطيهش فلفل بقى في قلب المخلل بنزود ده شوية مية اهو حطينا في الطبق شوية مية كده شايفين بقى الفلفل القطع اللي فيدي اهو بعد كده بقى بنجيب بقية البقدونس او الكرافس اللي عندك وتحطيه على الوش كده ونبتدي بقى ان احنا نزود المية بتاعتنا بالملح كده لغاية ما نملى البرطمان بتاعنا اللون بتاعه بقى هيكون ان شاء الله زي لون المحلات المية بتاعتنا تحت بتحمرة هي اهو اهو نملى بقى لغاية ما نوصل للاخر كده ونسيب بس مكان كده للتهوية يعني ما نملوش قوي بس كده اهو الريحة بتاعته في منتهى الجمال رحة الفلفل المفروم جميلة اوي 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 تجنن انت لو مش عارفة معيار المية ممكن تعملي على كوبايت المية معلقة مليانة ملح بتزبطيها وبتشوف البرطمان بتاعك بياخد كمية زي ما قلتلكم لو جربت ملح بتاع البحر ده يعجبك اوي وان شاء الله يا رب يكون المخلل عجبكم بدل ما تشتريه من برا انت ممكن تعمليه في البيت بيكون ارخص وانضف بتروح المحلات تلاقيه معروض وشكله جميل انما انت ممكن تعملي كمية كبيرة وطبعا الجزر رخيص مش غالي الفترة دي رخيص جدا هتعمليه ويا رب يكون عجبك يا رب واستنى يا رب تعليقاتكم واسئلتكم الكرات ده مهم جدا اوعي تنسيه ما ترموهوش اعملي به وهيعجبك اوي 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 المخلل ده بجد الطريقة بتاعتنا بقى مختلفة جربين مش هتندمي يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته